الحقيقة خلاص فترة التوقف الدولي انتهت على مستوى العالم كله سواء على مستوى القرى الأفريقية أو أمريكا الجنوبية لتصفيات كاس العالم 2026 أو على مستوى أوروبا كان فيه طبعا التصفيات المؤهلة لليورو 24 اللي هتقام إن شاء الله في ألمانيا المنتخب المصري الحقيقة المنتخب المصري الحقيقة حقق المطلوب منه في الفترة الأخيرة هي العلامة الكاملة في بداية وانطلاق مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم ست نقاط مهمين جدا جدا والناس تتكلمين للحقيقة بشكل إيجابي خلينا نتكلم بكل إيمانة بالرغم تواضع المنافس الحقيقة لو كان على مستوى الجيبوتي أو على مستوى سيريليون فالحقيقة كان المهم دايما بداية التصفيات المؤهلة لكاس العالم كان مهم جدا البداية بالفوز والست نقاط ولما تبص بعض النتائج التانية على مستوى أفريقيا هتلاقي فيه مفاجئات كتيرة يعني مفاجئات على مستوى منتخبات كبيرة زي المنتخب السنغال بيتعادل في المباراة الأخيرة عندنا منتخب غانا برضو لكن الحقيقة المنتخب المصري أدى بشكل مش هقول بشكل ممتاز لأن المنافس إلى حد ما منافس متواضع لكن النتيجة كانت إيجابية جدا ونتيجة مبشرة الحقيقة لسه عندنا مباريات كتيرة إن شاء الله لسه عندنا دي كانت الانطلاق الأولى عندنا منتخب قوي منتخب بوركينة فاسو الحقيقة يمكن من المنتخبات اللي ممكن تزعج شوية لمنتخب المصري لكن الحقيقة بأداء اللعيبة وبإصرار اللعيبة والتصرحات اللعيبة بعد المباريتين فيه إصرار واضح جدا وفيه التزام واضح جدا إن إن شاء الله نكون متواجدين في كاس العالم 2026 ولو ما رحناش كاس العالم 26 جماعة هتبقى بصراحة يعني هتبقى عيب عيب كبير جدا جدا إنك عندك تسع مقاعد في أفريقيا وإن منتخب مصر ما يوصلش كمان مع المجموعة اللي احنا موجودين فيها الحقيقة احنا شفنا المجموعة كلها وشفنا المنتخبات كلها الحقيقة احنا قادرين وعندنا الإمكانيات إن احنا نوصل ونوصل من بدري يعني دايما التصفيات الأفريقية مؤهلة كاس العالم بتبقى فيها شوية مطبات كده مش عايزين المطبات دي الحقيقة بداية كانت قوية جدا إن شاء الله نستمر في هذه المسيرة بالفوز خارج الأرض وداخل الأرض عشان نكون أول إن شاء الله متأهلين لكاس العالم 2026